لو تحدثين عن مشاركة المرأة كرائدة أعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحقيقة إحنا على حسب كل التقارير الدولية لما حضرتك بتقريه كده وتشوفي أنه السيدات التي بتمتلك وتدير مشروعات صغيرة رائدات الأعمال خلينا نسميهم الحقيقة لما بيبتدوا يشتغلوا ويبتدوا مشاريع التأثير الإيجابي بيبقى أكتر بكتير بالذات التأثير المجتمعي السيدات هم أكتر ناس بيؤثروا على المجتمع المحيط هم أكتر ناس بيخلقوا فرص عمل المشروعات اللي هم بيديروها بتبقى مشروعات بتنفذ مبادئ الاستدامة حتى لو هم ما بيقوش عارفين أنها ضمن المبادئ العامة للاستدامة اللي احنا بنقشها في كل المؤتمرات بتاعتنا وبنتدي نكلم عليها كشركات وكحكومات ودول هم بينفذوها لأنه دي طريقة إدارتهم لشركتهم إزاي توفر طاقة إزاي تستخدم طاقة بديلة إزاي تزود فرص العمل إزاي تحاول تبتكر مشروعات تبتكر منتجات من البيئة المحيطة لها تقدر بيها توسع مشروعها وتكبره إزاي تقدر تتعاون مع البيئة أو الشركات المحيطة بيها إزاي تدخل في سلاسل إنتاج مستدامة كل ده هم بيقدروا ينفذوه حتى لو ما عندهمش الخلفية الاقتصادية اللي تقدر تفهمهم يعني إيه استدامة وبيعملوه إزاي وبينفذوه على حسب إمكانياتهم وقدراتهم وأحجمهم بدءا من المشروعات متنهية الصغر وصولا إلى مشروعات القطاع الخاص السيدات لما بتدخل في إدارة الشركات بترفع معدلات الربحية بشكل قوي جدا نظرا لتضيق مبادئ الاستدامة حتى زي ما أنا دايما أقول حتى لو هم مش عارفين اسمها مش عارفين أنه دي ساستنبلتي لكن هم بينفذوها شكرا